السلام عليكم و اهلا بكم في حلقة جديدة من انجلش اكسبرت ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شرح حروف الجر in on وقت خليكم معايا تستخدم in مع القرون والسنين والشهور والفصول ووقات اليوم ومع التعبيرات التالية طبعا بداية خلي بالك حروف الجر بتستخدم دايما مع المكان والزمان يبقى حرف الجر الواحد ينفع مع الوقت وبرده ينفع مع المكان حروف الجر in و on و at in هي اكبر حاجة سواء في الوقت سواء في المكان مع بعض الاستثناءات on خلاص هي اللي بعدها في الترتيب من حيث الوقت من حيث المكان at اللي بعدهم في الترتيب من حيث الوقت اصغر حاجة في الوقت وفي المكان مع بعض الاستثناءات يبقى خلي بالك يبقى انا لو عندي مثلا the 21th century القرن الواحد والعشرين او اي سنة 1991 او اي شهر May April June July او اي فصل من فصول السنة summer winter spring تمام او اي وقت من اوقات اليوم in the morning in the evening تمام او مع التعبيرات اللي هي in the next few weeks in the next few days في خلال الايام القادمة او في خلال الاسابيع القادمة حتستخدم in مع كل التعبيرات دي خلي بالك the internet is the greatest invention الاختراع الاهم in the 21th century في القرن الحادي والعشرين خلي بالك 21th century ده قرن يبقى ياخد in i was born in 1991 يبقى اتولت في 1991 1991 دي سنة يبقى تاخد in his birthday is in May May شهر يبقى برضو هناخد in i usually go to Alexandria in the summer summer فصل من فصول السنة يبقى تاخد in i usually exercise in the morning the morning وقت من اوقات اليوم اوقات اليوم بتاخد in i'm going to travel to Germany in the next few weeks في خلال الاسابيع القادمة تمام ده تعبير كده in the next in the next few days in the next few months in the next few years تاخد in اوكي طيب هتلاقي on اصغر شوية on تستخدم مع ايام الاسبوع احنا قلنا هنا ايام الاسبوع باي شكل تأتي عليه هو ممكن يجي يوم بتاع الاسبوع بشكل مختلف او طبعا في اكتر من تعبير مثلا i will meet you on monday طبعا انت عندك هنا monday يوم صريح من ايام الاسبوع هياخد قبلي on طب خلي بالك من number two his birthday is on the twelfth twelfth في الثاني عشر هو الثاني عشر ده ايه the twelfth ده يوم من ايام من ايام الاسبوع تمام مترتب في الشهر انه هو اتناشر يبقى ده يوم يبقى on i graduated on the second of february 2005 يبقى on the second في الثاني اتنين فبراير ده ايه يوم محدد صح يبقى تاخد on he usually visits his uncle on weekend طيب الweekend او on the weekend الweekend ده يوم من ايام الاسبوع weekend friday مسلا saturday يبقى تاخد on we will travel to our city on feast day في يوم العيد يوم العيد ده يوم اوكي يبقى تاخد برضو on تمام طيب بعد كده at اصغر حاجة خالص بالنسبة للوقت تمام يبقى اين اكبر حاجة on بعدها at اصغر حاجة تستخدم at مع الساعة وهي اكثر تحديدا انه تحدد اوي اوي الوقت بالزبط الساعة بالزبط i will meet you at 6 o'clock تمام i will meet you at 7 o'clock at 7.30 at 8 at 8.30 وهكذا اي وقت على الساعة نستخدم معاه at i usually watch a movie at midnight طب midnight ده منتصف الليل اللي هو الساعة كان اتناخر يعني يبقى برضو عبرنا عن الساعة بالتحديد خلاص مع كلمة midnight واستخدمنا قبلية at وتستخدم مع كلمة night طبعا هنا احنا قلنا اوقات اليوم كلها مع in معادة night night بتيجي ما قبليها at i will call you at night at night خلاص وتستخدم مع العيد او المناسبة اذا لم يكن بها كلمة day يعني مفيش كلمة ايه day we usually meet our family at the feast لو طلعنا فوق شوية كنا بيقول on the feast day on the feast day شايفينها خلاص لان في كلمة day فانا استخدمت on تمام انما هنا add the feast في العيد وبس add the feast تمام طيب هنستخدم نفس حروف الجر بس مع الاماكن هنلاقي in هي اكبر شي تستخدم in مع القارات والبلاد والمدن والمناطق خلاص ايجبت ايجبت in افريكا عشان افريكا قرة فتاخد in she lives in the united states she lives in the united states عشان united states دولة تمام تبقى in i am now in cairo علشان cairo مدينة خلاص حتاخد in we like to go shopping in mayami عشان mayami منطقة حتاخد in تستخدم in مع واسلتين المواصلات car و taxi بس car و taxi بس طبعا احنا نتكلم عن واسل المواصلات دلوقتي بس احنا اخذنا car و taxi مع in بس بشرط ان يسبق هما a و za هنعرف دلوقتي مثال i am now in a taxi انا دلوقتي في taxi i left my jacket in the car سبت الجاكت بتاعي او نسيت الجاكت بتاعي in the car في العربية تستخدم on مع المواصلات بشرط ان يسبقها a و an و za يعني بقيت المواصلات غير car و taxi تاخد on i go to school on the bus ما هتنساش ان لازم يكون فيه a او an او za فاصل ما بين حرف الجر on وسيلة المواصلات عشان تقدر تستخدم on number two there are so many people on the train today في ناس كتير على القطار اليوم او في القطار اليوم اذا لم يوجد a و an و z هتستخدم boy بجيل اللي احنا قاعدة اللي احنا عرفينها i go to school by bus i travel to luxor by plane تمام كده تستخدم at مع الاماكن المغلقة المحطة بقدران we will have dinner at the restaurant الريستران ده مكان مغلق ولا لا محط بقدران ولا لا يبقى تاخد at she is going to work at the hospital الهوسبتال مكان مغلق و محط بقدران ولا لا يبقى تاخد at i have just arrived at the cinema نفس الموضوع طيب في حالات ما بنستخدمش فيها حروف الجر خالص ماشي زي كلمات معينة زي yesterday last to next to ago i went to the cinema ها ولكش دعوة بقى بويك ده ما تقولش in ولا on ولا at لا last week مش طبعا هنا بنقول قول i went to the cinema last week مش i went to the cinema in in او on او add the last week طبعا مش هينفع انحنا نكتب اي حروف جر خالص هنا تمام بس هو بيقولك يعني ما تقولش يعني لو كتبنا مثلا in خلاص تبقى الجملة دي مش مظبوطة not يعني مش i went to the cinema in the last week هي last week عرضه تمام طيب خلي بالك ان حروف الجر ايضا بتستخدم للدلالة على موقع الشي وطبعا من الشرح اللي فات ده اللي انا قلته ما ينفعش ان انت تترجم حرف الجر عربي خالص مش حاجة اسمها in معناها في و on معناها على و at معناها بجوار او بجانب الا الا في بالنسبة للموضع موضع الشيء بالنسبة للشيء يبقى في الوقت والمكان ما تترجمش حروف الجر خلاص وانا بنصحك ان انت ما تترجمهاش اصلا وتفهمها بالانجليش زي ما هي اوكي مثل مثل انا عندي pole كورة وعندي box صندوق تمام هنا الموضع ايه the ball is in the box في الصندوق اوكي الكورة في الصندوق تمام خلي بالك هنا طب هنا الموضع ايه the ball is on the box on the box تمام انا نزلتها شوي عشان لازم تبقى ملاسقة يعني فقها على طول مش فقها بمسافة تمام لان لو فقها بمسافة استخدم حاجة تانية ذي over او above هنخشف موضوع تاني اوكي تمام طيب add the ball is add the box add بجانب ادي البوكس اهو و ادي البول اهو at خلاص تمام و اهو اهو في النهاية اهو بعض ال cumbersه او اهو الامثلة طبعا انا هسيبلكو الامثلة تحت الفيديو علشان تقدر ان انت تحلهم حل كمل حروف الgar in و on و add في الجمل دي لما تخلص حلهم اكتبهم لي تحت وانا هراجع معاك الاجابة اقرأ الدرس كويس وشوف الشرح قبل ما تجاوب على ال 11 سؤال دول اكتب لي الاجابة وانا هقولك التصحيح لو في شيء غلط وان شاء الله بعد الشرح ده ما يبقاش فيه اي مشكلة بالنسبة لحروف الgar in و on و add كالعادة لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل like و subscribe لقناتنا خبراء الانجليزية على اليوتيوب وطبعا نخليك معنا جروب الفيس بتاعنا بنناقش فيه كل الجرامر ودروس الانجليش بشكل يومي قناة اليوتيوب بتاعتنا ولو انت من متابعين تويتر هتخش على تويتر او جوجل بلاس او بلوجر الانكس كلها هتشوفها فيه اخر الفيديو كان معاكم مستر احمد حلمي من انجليش اكسبرت واشوفكم ان شاء الله فيه حلقة قادمة وشكرا وشكرا وشكرا